اشتركوا في القناة قد يقوم في جهة الرجال لوحدهم النساء لوحدهم الصفر الشقر السود البيض مقسمينها التقسيم كم بين النفخة الاولى والنفخة الثانية في الصور ما الذي يوزن يوم القيامة هل توزن الاعمال يوزن فقط صلاتك وصومك ام توزن الصحف ام يوزن الانسان نفسه هو نفسه يؤخذ ويضع في الميزان ما الذي يوزن بالضبط ما هو الصراط ما هي الشفاعة وكيف ينالها الانسان هذا كله احداث ليوم الدين لن اتكلم عن الموت وعن القبر انما ساتكلم اذا نفخ في الصور ما الذي يحصل ايش القصة التي تحصل بعد النفخ في الصور ايش الاحداث التي تقع هل هي تقع على الكل حتى الحيوانات ام انها تقع على البشر فقط ما هي انواع الناس في ذلك كانت قريش تعتقد انهم اذا ماتوا ما هي الا حياتهم الدنيا يموتون ويحيون وما يهلكهم الا الدهر هكذا كانوا يعتقدون فاقبل في يوم من الايام الوليد عظما يابسا وفته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في اوالي الاسلام في مكة ثم قال يا محمد اتزعموا ان الله يحيي هذا العظم هذا اللي فتته الان تزعم ان الله يحييه ويعيده الى الجسم الذي خرج منه ويركبه على بقية العظام ويقوم حيا مرة اخرى معقول في احد يفعل ذلك اتزعم ان الله يحيي هذا بعد موته فقال عليه الصلاة والسلام نعم يحييه الله بعد موته ويحييك ويدخلك النار انت ايضا اذا مت سوف تبعث ومآلك بكفرك وشركك وتكذيبك بالاخرة مآلك يكون الى النار وضرب الله تعالى وذكر الله تعالى هذا فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مروة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون فبين الله تعالى انهم يخلقون بعد ذلك الامم السابقة كان عندهم الامام بالاخرة كل الانبياء جاءوا بهذا نوح ولوط وشعيب وصالح وهود كل الانبياء جاءوا بانه فيه يوم اخر وفيه جنة وفيه نار وفيه حساب النبي عليه الصلاة والسلام لما اقبل مهاجروا الحبشة رجعوا الى المدينة تعلمون انه لما ضيق على الصحابة في اول الاسلام امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة الى الحبشة قال ان في الحبشة ملكا لا يظلم عنده احد فاطلعوا من مكة انت يا بلال تعذب وانت يا خباب وكلما اسلم احد عذب اخرجوا من مكة كلها فخرجوا الى الحبشة فلبثوا في الحبشة سبع سنين ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة وانتشر الاسلام وامن الناس ارسل اليهم فجاءوا فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال لهم حدثوني باعجب ما رأيتم في الحبشة فقالوا يا رسول الله كنا جلوسا يوما فمرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ما يعني جره من فخار اخذتها من البئر وذهب الى بيتها فمرت بشباب شباب من الحبشة جالسين فلما رأوها قام اليها احدهم وهي تمشي العجوز بها القلة قام اليها احدهم ووضع يده بين كتفيها ثم دفعها فسقطت العجوز وسقطت القلة من على رأسها وتكسرت وانسكب الماء واخذوا يضحكون فالتفتت العجوز اليه قالت ستعلم يا غدر حركتك هذه حركة واحد غادر يأتيني بخفية ليش ما جئت من امامي استطيع ان يتصرف اضعها ولا ادافع عن نفسي ولا اصرخ انت غادر قالت ستعلم يا غدر اذا وضع الله كرسيه وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون فستعلم امري وامرك عنده غدا يوم القيامة فقال رسول الله اعجبك كلامها قال صدقت صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم ولذلك نوح عليه السلام لوط شعيب صالح موسى عيسى كلهم كانوا يأمرون اقوامهم بالحذر من لقاء الله بالاستعداد للقاءه بالجنة بالنار الى غير ذلك احداث الاخرة كثيرة كل واحد يموت قامت قيامته ولذلك انت لا تشغل نفسك متى الساعة متى الساعة لان لو افرض ان الساعة مثلا قيل لك الساعة بعد سنة انت ايش تستفيد ممكن تكون ساعتك انت بعد ساعة ممكن تكون الليلة ساعتك ولذلك الذين يموتون اليوم هؤلاء لا يدركون النفخة الاولى في الصور كما سيأتي معنا اللي هو قيام الساعة من الذي يدركها يدركها فقط الاحياء والاحياء المؤمنون يقبضهم الله قبل ذلك كما سنفصل هذا ان شاء الله اول ما يقع من قيام الساعة مالك يوم الدين الذي يملك يوم الدين بما فيه من الحشر والشفاعة والصراط وتطاير الصحف والميزان والجنة والنار وفزع العباد الذي يملك كل هذا ويملك الوقت اللي يقع فيه تقع فيه الساعة ويملك كل ذلك هو رب العالمي ولذلك ذكرها الله في السورة التي نكررها يوميا مرارا مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين اول قيام الساعة ان ينفخ في السور ما السور ما هو السور سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما السور الله تعالى يقول ونفخ في السور ويوم ينفخ في السور يعني واضح ان السور له شأن ولذلك ذكر في القرآن مرارا ما السور يا رسول الله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مختصرا يفهمه قال قرن ينفخ فيه هل ترى قرن الخروف قرن الخروف الذي يكون في التصاقه برأس الخروف يكون واسعا ثم يضيق في الاعلى هذا لو جئت به وفرغته من الداخل لأصبح قرنا يمكن ان تصيح فيه ويصدر صوتا وكانوا في السابق في السابق يفعلون ذلك اذا اراد احدهم ان ينادي الاخر او يصيح بابله او يصيح بغنمه يكون عنده قرن مفرغف فيصدر صوتا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل قال الصور قرن ينفخ فيه هذا القرن ايها الاخوة الكرام والاخوات الذي ينفخ فيه هو ملك اسمه اسرافيل وايل التي موجودة في اخر كلمة جبرائيل ميكائيل اسرافيل ايل معناها الله ولذلك حتى اسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام ابو يوسف اسمه اسرائيل ولذلك تسمون بنو اسرائيل اسرائيل يعني عبد الله ميكائيل جبرائيل اسرافيل يعني محب الله خادم الله عبد الله ونحو ذلك فاسرافيل هو الذي ينفخ في الصور الصور الآن اين هو الصور الآن في يد اسرافيل وقد وضعه على فمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف انعم وقد التقم صاحب الصور الصور التقم حط في فمه يعني تعرف الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا وظيفتك يا اسرافيل انك تنفق في الصور عندما تؤمر وكل ملك من الملائكة له وظيفة من الملائكة من هم مطالبون بكتب أعمال العباد ملائكة مطالبون بأمر المطر ملائكة تلتمس مجالس الذكر كهذا المجلس إن شاء الله وتحف أهله نسى الله يجعلنا كذلك اسرافيل ما عنده أي وظيفة إلا وظيفة واحدة النفخ في الصور خلق لأجل أنه ينفخ في الصور وهو ملك العظيم فهو قد وضع الصورة العظيمة على فمه يقول عليه الصلاة والسلام ورفع ليتا وخفض ليتا يعني أمال عنقه كما تفعل أنت الآن لو قال لك واحد أبقل لك كلام مهم وانتبه لاحد يدري وبدأ يخفض صوته تجد أنك تمين رأسك من غير شعور وتقترب منه دائما الواحد إذا أراد ينصد تجده يمين رأسه من غير شعور ما في أحد ينصد وهو كذا نازم من رأسه يرفع ليتا اللي هي أذنه ويخفض ليتا ويخفض ثانية كأنه يترقب شيئا يسمعه وكذلك لو قيل لك ما تسمع صوت ما ما تسمع صوت مثلا ضرب في المكيف ما تسمع تلقاك أيضا نفس الشيء تخفض ليتا وترفع ليتا وتبدأ تنصد فيقول عليه الصلاة والسلام وقد التقى مصاحب الصور الصور حتى في فمه ورفع ليتا وخفض ليتا ينتظر متى يؤمر ينتظر بس أنفخ الصور ينفخ قالوا يا رسول الله فكيف نقول يعني ضاقت صدورنا علمنا شيئا نقوله دعاء قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا رواه الترمذي الصور إذا نفخ فيه يسمعه كل الناس أول من يسمعه رجل يلوط حوط إبله فيصعق يلوط يعني يصل حوط الإبل إذا قالوا لك فلام مثلا يلوط بئرا يعني جوه البئر فهو يطين البئر من داخل فكذلك يصنع الحوط يأتون إلى البئر ويجعلون بجانبه حوضا حتى يخرجوا بالدلو الماء ويضعونه في الحوط تأتي الإبل وتشرب فهو الرجل هذا هو يشتغل في الحوض يسمع الصيحة من قوة الصيحة يموت وقد ذكر اليوم علماء الأحياء قالوا إن هناك أصوات موجات صوتية عظيمة فوق مستوى سماع الإنسان لو سمعها الإنسان انفجر رأسه هذا الصور إذا سمعه الناس صعقوا وخرجت أرواحه من قوة النفخ في الصور النفخة الأولى في الصور اسمها نفخة الفزع أو نفخة الصعق هذه النفخة لا يبقى بسببها أحد إلا صعق حتى جبريل نعم جبريل نعم ميكائيل نعم الملائكة هل يتعبدون في السماء نعم إلا الله تعالى يقول فصعق من في السماوات ومن في الأرض الحشرات نعم تصعق الدواب بالإبل والغنم والخيول والدواب الوحوش التي في الصحق نعم تصعق طيب الطيور التي تطير كل شيء يصعق ما يسمع النفخ في الصور أحد إلا صعق إلا صعق فيبقى الله جل وعلا الحي الذي لا يموت والناس والمخلوقات كلها قد صعقت فيقول الله أنا الملك أنا الملك أين الملك أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول لله الواحد القحر النفخة الأولى لا يعلم بها إلا الناس الأحياء الناس اللي ماتوا قبل لا يشعرون بالنفخة الأولى نفخة الصعق الذين في قبورهم موتى لا يدرون عن النفخة الأولى نفخة الصعق هم موتى إنما النفخة الأولى وظيفتها أن يصعق بها الأحياء الموجودون طيب هؤلاء الأحياء الموجودون الذين يصعقون أليست النفخة فيها فزع وخوف بلا طيب الله تعالى يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر ما هي فيها فزع كيف الله يقول المؤمنون لا يحزن الفزع الأكبر وهم يصعقون يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال في آخر الزمان لما يخرج الدجال ويتبعه من يتبعه ثم يقتله عيسى بن مريم ثم يبقى عيسى بن مريم أربعين سنة في الناس لا يجد الناس عيشاً ألذ من العيش بعد في زمان عيسى عليه السلام يبارك في الأرزاقه ثم يموت عيسى عليه السلام فلا خير في العيش بعد موت عيسى إذا مات عيسى بدأت الأمور إلى الأسوأ في أحوال الناس فتقترب الساعة أكثر فأكثر فتقترب النفخ في الصور ففي مؤمنين لا يزلون من من كانوا مع عيسى وفي صلاحهم وتقاهم فيبعث الله ريحاً من قبل الشمال فتقبض أرواح المؤمنين يقول عليه الصلاة والسلام فوالله لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه الريح وقبضت روحه إذا كان مؤمن فلا يبقى إلا شرار الناس يقول عليه الصلاة والسلام يتسافحون تسافح الحمر يعني يقعون في الفواحش كما تقع الدواء قال فعليهم تقوم الساعة هؤلاء اللي يأتيهم النفخ في الصور ويسعقهم أما المؤمنون فيقبض الله تعالى قبل ذلك أرواحهم هذه النفخة الأولى يعلم بها فقط الأحياء أما الأموات اللي ماتوا قبل هؤلاء ما يأتيهم إلا النفخة واحدة اللي هي الثانية بعد النفخة الأولى وموت الكل يصبح الناس على قسمين قسم موتى من سنين تحت الأرض وقسم ماتوا الآن بسبب النفخة فبين النفختين أربعون قيل لأبي هريرة راوي الحديث أربعون يوما قال أبيتو يعني ما أدري قيل أربعون شهرا قال أبيتو قيل أربعون عاما قال أبيتو أبو هريرة يقول ما أدري والله النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون أنا أقول أربعون ما أدري كم مقدار هؤلاء أربعون يوم أربعين ساعة أربعين دقيقة ما أدري المهم بينهما أربعون يقول ثم ينزل الله من السماء ماء بين النفختين حتى الناس اللي في القبور اللي أكرت الأرض أجسادهم حتى تكتمل الأجساد من جديد وإذا نفخ النفخة الثانية قاموا كيف يخلقهم الله يرسل الله تعالى مطرا من السماء وكل الإنسان يبلى تأكله الأرض إلا عجب الذنب يصبحوا البذرة التي يخلق منها الإنسان إلا عجب الذنب وهو آخر فقرة في العمود الفقري آخر فقرة في الأسفل يسمونها الناس العصعص وغيرها من الأسماء فإذا نزل هذا المطر شربته الأرض أحيانا يكون هناك مقابر نسى الناس إنها مقابر أصلا يعني بنيت فوقها بيوت وجريت فوقها ربما أنهار ونسيت مقابر من مئة سنة مئتين خمس آلاف سنة مئة ألف سنة لكن لا يزال عجب الذنب ما تأكله الأرض أبدا فتدك الأرض في هالأثناء وتدك الجبال وتمور السماء مورى وتسجر البحار طبيعة الأرض تختلف لذلك إذا قاموا من قبورهم إلا الأرض متغيرة عليهم ليست الأرض اللي يعرفونها دكت الجبال وتكون الجبال جبال كالعهن المنفوش فآية الأخرى كالمهل والبحار تسجر والسماء تمور مورى ويظهر فيها تشقق السماء بالغمام والأرض تتغير فينزل المطر فلا يبقى أحد ميت أبدا من عهد آدم عليه السلام إلى وقت قيام الساعة إلا وله عجب ذنب موجود بذرة مرمية في أي مكان فتبدأ الأرض تشرب هذا الماء اللي جاء من السماء ماء الحياة يقول عليه الصلاة والسلام فينبتون كما ينبت البقل وفي رواية كما ينبت الطراثيث الطراثيث نبت أخضر ينبت طوليا وشكله يشبه الخيار والبقل البقليات المعروفة اللي تنبت على الأرض فيبدأ العجب الدنب يشرب من الماء وينبت فتكتمل الأجساد مرة أخرى تكتمل وهي في قبورها تكون جاهزة النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يطلعون من الأجداث إلى ربهم ينسلون يعني يتتابعون يتتابعون ذهابا إلى أرض المحشر بين النفختين أربعون النفخة الأولى تكون في يوم الجمعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيام إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فيه إلى آخر الحديث اللهم صلي وسلم على رسول الله وقال فيما رواه مسلم لا تقوم الساعة إلا يوم إلا في يوم الجمعة ولذلك في الحديث الآخر إن الدواب تخاف من يوم الجمعة تخشى أن تقع فيه النفخة أن يقع فيه النفخ في الصور النفخة الأولى تقع ويموت من كانوا أحياء ثم يبقى ما بين النفختين أربعون ثم يأتي الوقت للنفخة الثانية إذا نفخ في الصور النفخة الثانية نفخ في الصور وصلت هذه النفخة وصل تأثيرها إلى الناس اللي تحت القبور تحت الأرض في قبورهم والناس الذين ماتوا قبل أربعين يمكن أربعين دقيقة أربعين سنة أربعين ساعة ما ندري المهم اللي ماتوا قريبا يقول الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لأنه لما مات كان في جبل هنا طيب ما الجبل ما هم موجود أنا أذكر كان هنا في شجرة عظيمة وين الشجرة كل شي تغير أنا أذكر قدامي بحر وين البحر يبدأون ينظرون يتأملون فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء هل طبيعة الناس ستغير يعني هلهم إذا قاموا من الأجداث هذا خلق آخر قدرات أخرى لأنهم بيبقون خمسين ألف سنة ما يأكلون ولا يشربون وقت الحساب طيب سيحتاج إلى أكل وشرب وحمام إذا هو أعيد خلقه نفس الطبيعة معناته سيحتاج إلى هذا قال أكثر الشراح بل تكون طبيعتهم أخرى يعني يكون عنده قدرة أن يبقى خمسين ألف سنة ينتظر الحساب بغير طعام ولا شرب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في آية الأخرى ألف سنة مما تعدون فينفخ في الصور ويقوم الناس من قبورهم أول من تنشق عنها الأرض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أول الأرض لأنها تنشق هذا مدفون على بعد عشرين متر يمكن جاء أتربه وطمت قبره وصار عشرين ثلاثين متر تحت الأرض هذا مدفون ربما على مسافة نصف متر لأنه جاه سيل ونزع أكثر التراب اللي فوقه وهذا مدفون ربما تحت جبل لأنه وقع عليه صخرة وهذا لكن لما ينفخ في الصور كلهم يسمعون أول من يقوم من قبره وينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن رجلين في المدينة رجل مسلم ورجل يهودي جاء المسلم بيشتري من اليهودي في السوق فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر يحلف فغضب المسلم قال أتقول هذا ورسول الله بيننا كيف تتجرها تقول فضل موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا هو خير المرسلين فقال اليهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر فضربه المسلم يعني ما تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وانظر أيضا إلى عدل المسلم لم يقم المسلم بتنقص موسى عليه السلام لا لا نفرق بين أحدهم الرسله فذهب هذا اليهودي يشتكي المسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنه حصل كذا وكذا وهذا ضربني لأنني قلت كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى لا تخيروني على موسى يعني أغلقوا باب إن فلان أفضل من فلان حتى لا تتنقصوا أحد من الأنبياء قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق يصعقون يعني النفخ في الصورة الصعقة الأولى فيموت الجميع فإذا نفخ الثانية أكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق أو كان ممن استثنى الله عز وجل طيب كيف باطش بالعرش بقائمة من قوائم العرش العرش في السماء المحكمة التي يحكم الله تعالى فيها بين العباد والأرض التي يقضي فيها بينهم موجودة على الأرض وموقعها نعرفه يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي القرصة والقرص الخبز النقي القرص الذي يكون مستويا ليس فيه نتوآت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الأرض اللي الناس بيوقفون عليها للحساب كأنها قطعة خبزة صافية هذه الأرض ويوم تشقق السماء بالغمام ونُزِّل الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن في الآية الأخرى لما ذكر الله تعالى لما ينزل جل وعلا في الغمام ينزل الله تعالى ينزل عرشه وحملة العرش يحملون العرش ويضعون هذا العرش على هذه الأرض البيضاء النقية ولذلك الناس إذا قاموا ورأوا كل شيء متغير فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم يرى هذا العرش ولذلك قال الله تعالى فبصرك اليوم حديد أنت اليوم بعد خلقتك الجديدة قوة بصرك تختلف عن قوة بصرك قبل تموت فكشفنا عنك غطاءك ما في حدود لبصرك فبصرك اليوم حديد يعني حاد فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يقوم من قبره فينظر وإذا موسى قائم عند العرش يتوسل ويتقرب فيقول عليه الصلاة والسلام ما أدري هل موسى قام قبلي أم أن الصعقة التي أصابته يوم الطور لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجهة حتى قال الله وخر موسى صعيقة يمكن الله تعالى يعني أصابه بتلك فلم تصبه هذه يقول ما أدري لكنني أرى موسى آخذ بقائمه من قوائم العرش الناس إذا نفخ في الصور النفقة الثانية وقاموا من الأجداث يتم جمعهم إلى أرض المحشر أرض المحشر في الشام النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المحشر قال عليه الصلاة والسلام ها هنا ها هنا ها هنا جهة الشام إلى أرض المحشر والمنشر كما سيأتي تفصيله طيب الناس أصلاً اللي قبل اللي صعقوا في الصعقة الأولى وين كانوا متفرقين هذا يمين وهذا يسار في أنحاء الأرض لكن إذا قاموا من الأجداث انجذبوا إلى أرض المحشر يحشر الناس يوم القيامة إلى الله تعالى حفاتاً عراتاً غرلاً حفاتاً عراتاً غرلاً يعني غير مختونين كل واحد فقد جزءاً من جسده في الحياة يرجع له اللي قاله والله أنت عندك مشكلة ونعمل بتر لرجلك ودفنت رجله وبعدين ولا ربما في حادث وتمزقت الرجل ومات بعدها بعشرين سنة يقوم يوم القيامة لرجله راجع مكانها إذا كان الغطاء الذي يكون على ذكر المختون إذا كان يرجع مرة ثانية قطعة الجلد الصغيرة فما بالك بغيره كما قال الله كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إن كنا فاعلي عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاتاً عراه قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض خجلت قالت كيف أنا عاريه الناس حولي ينظرون إليه فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض الأمر يا عائشة هذا الواحد يعني ما يأتي في باله أن ينظر إلى عورة امرأها وهي تنظر إلى عورته مع شدة الفزع وهذا واقع اليوم ولو الآن عفواً الناس لو أصابهم حريق في عمارة وتزاحم وكل واحد يطلع مع الدرج ولا من البيت وصارت المرأة من غير عباءة والمرأة والرجل الرهد ربما انكشفت عورته تجد أن الناس مع شدة فزعهم من هذا الحريق وكثرة الصراخ والفزع الأمر أعظم من أن يلتفت بعضهم ينظر إلى عورة بعض ما يهتم فما بالك بالفزع يوم القيامة في ذلك اليوم كل شيء يتغير الناس واقفون في المحشر اجتمعوا كلهم لا يسأل حميم حميمة ولدك جنبك ما تلتفت إليه أمك أبوك أبوك اللي مات من ستين سنة خمسين سنة تشوفه ما تلتفت إليه ابنك حبت قلبك اللي تعظمه وتحبه وتشتاق إليه تراه بين يديك ما تسلم عليه ولا تلتفت إليه ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ليس فقط أن ما يسلم على ابنه يقول يا ربي خذ ابني بدلي إلى النار وأنجني منها يفتدي من النار بها وهم واقفون الناس في المحشر في أرض الشام تدنى الشمس من الخلائق لأن السماء دارت وتمور السماء مورا فتدنى الشمس من الخلائق والأشياء اللي كانت تخفف حرارة الشمس البحار سجرت احترقت أصلا فصارت الشمس ما في شيء خفف حرارتها حتى تكون منهم بمقدار ميل يقول الراوي لا أدري ميل المكحلة العصر الصغير اللي للمكحلة أو ميل ميل الأرض اللي هو اليوم كيلو ستمائة متر يقول لكن كلاهما الشمس قريبة يبدأ الناس يعرقون كل واحد بحسب عملها الصالح يكون مقدار العرق العرق تبدأ الأرض تشرب تشرب حتى يكون العرق في الأرض مسافة سبعين ذراعا الأرض شبعانة من عرق الناس ومنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه يعني إلى الحوض ومنهم من يكون إلى ثدييه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما رواه مسلم يبلغ آذانهم كما في الحديث وعلى أنصاف آذانهم الناس عرات ينتظرون الحساب أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاتا عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام رواه البخاري ومسلم الناس وهم واقفون لا يتكلمون من شدة الفزع يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى الشام قال هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركبانا ومشاتا وتجرون على وجوهكم قال يوم القيامة أفواهكم الفدام الفدام هو قطعة توضع على فم البريق حتى ما ينسك بالمأمن غطأ يوضع على فم البريق فهو عليه الصلاة والسلام كأنه يقول ختم على أفواهكم ما تتكلمون ولذلك قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة ما يكاد الناس ينطقون على أفواهكم الفدام وقيل الفدام هو قطعة توضع أيضا على البريق لكنها لا تمنع نزول الماء لكن تخففه يعني بدل ما ينسك بالماء بقوة ينسك بشيئا قليلا فأيضا هذا يتوافق مع قوله تعالى فلا تسمعوا إلا همسة قال توفون سبعين أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سبعين أمة الموجودة أنتم خيرها على الله وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذوا أول من يشهد على العبد الفخذ كما سيأتي يبدأ الناس يطول بهم المقام ويمضي عليهم الوقت أما المؤمن فكما بين صلاته الظهر والعصر بالنسبة إليه الخمسين ألف سنة وأما غيره فيطول عليه الوقت حتى يقول بعض الناس ربي احكم بيننا ولو إلى النار يعني تعبنا من المقام احكم بيننا ولو إلى النار ولذلك سماه الله تعالى يوما عسيرا في الآية الأخرى يوما ثقيلا يبدأ الناس يقول بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تبحثون عن من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم هم الآن ناس يطلبون أن يبدأ الحساب يبدأ الحساب كل واحد ما يدري أنا في الجنة ولا في النار صحيفتي ايش فيها ابدأ الحساب يا ربي فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم آدم هو أبو البشر وله مكانة اذهبوا يشفع لكم إلى ربكم ليحكم بينك فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته يعني أنت لك فضل ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله عجيب لم يغضب قبله مثله طيب لما بعث جبريل وحمل قرى قوم لوط ودكها على رؤوسهم هذا غضب لا هذا ليس بشيء بجانب الغضب يوم القيامة لما أمر السماء أن تمطر والأرض تتفجر وأغرق قوم نوح حتى إن امرأة منهم معها ولدها وتجري تبحث عن مكان تأوي إليه وصعدت جبلا والماء يتبعها حتى رفعته إلى صدرها والماء يتبعها فرفعته على كتفيها ولم يرحمها الله تعالى في ذلك الموطن وأغرقه هي ولدها لا غضب يوم القيامة أعظم لما غضب على إبليس وقال له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين لا غضب يوم القيامة أعظم يقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى البشر يعني لك مقامك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك فيقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد سألت سؤالا لا ينبغيني نوح عليه السلام أمره الله تعالى بصنع السفينة ووعده بأن ينجيه هو وأهله فلما ركب في السفينة واشتد بها الطوفان وبدأ الناس يغرقون نوح عليه السلام فيها السفينة التي تجري بهم في موج كالجبال في موج كالجبال فرأى ولده فأخذ ينادي ولده ليتذكر أن الله وعده أن ينجي أهله قال يا ابني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحقل بينهما الموج فكان من الأمواج خذت الولد وأغرقته فكان من المغرقين لما استقرت الأمور وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماو أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي السفينة صارت فوق جبل وقيل بعدا للقوم الظالمين نوح ينظر ألا قومه صرعا اللي كذبوه وأصنامهم بجانبهم صرعا لكن يتذكر أن الله وعده أنه ينجي أهله طيب ولدي مات وقال نوح ربي إن ابني من أهلي ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين سكت ما قال يا ربي أنت وعدتني تنجيه ليش ما أنجيت ما هو مات قدامي لا يا ربي أنت قلت بأنجي أهلك ترى ولدي من أهلي سكت ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قيل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير هذا كافر هم من ما ينجى معك هذا ما آمن نعني أهلك المؤمنين إنه عمل غير صالح سؤالك هذا عمل غير صالح المفروض ما سألت فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يا ربي سامحني أكون من الخاسرين قيل يا نوح هبط بسلام مننا وبركات عليك فنوح مات وبعث وهالمسألة في راسي يقول لي ايتني ما طلبت هالطلب كيف الله بيحاسبني عليه اليوم فالناس يقولون ليشفع لنا إلى ربي قال ما لي وجه أشفع كيف أشفع لكم وأنا قد سألت ربي سؤال لا ينبغي لي عساني أنجو بنفسي بس نفسي 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 اذهبوا إلى إبراهيم جاءوا إلى إبراهيم قالوا له يا إبراهيم أنت خليل الرحمن وذكروا له فضائله ثم قالوا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقولوا إبراهيم نفسي 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 إني قد كذبت ثلاث كذبات اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى موسى فيأتون إلى موسى يا موسى أنت كتب لك الله التوراه بيده وكلمك الله يا موسى اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها مع أنه ما قتله متعمدا ضربه في أثناء فكهم من الخصومة ضربه يبعده مات الرجل قال أنا أخشى الله بحسبني على هذه نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى جاءوا إلى عيسى يا عيسى أنت كذا وكذا وذكروا له ما له من فضائل ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه قال اذهبوا إلى غيري ولم يذكر ذنبا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى رسل الله جميعا يقول عليه الصلاة والسلام فيأتون إلي فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء ألا تشفع لنا إلى رب ألا ترى ما قد بلغنا يقول عليه الصلاة والسلام فأتقدم نحو العرش لأن الله تعالى ينزل للفصل القضاء بين العبادة وهو مستو على عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية من ملائكة الله خلقهم عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ملك واحد من حملة العرش أذن لي أني أصفه لكم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه عاتق كتفه مسيرة سبعمائة عام شف لذلك الله يقول ويخلق ما لا تعالى الأشياء لا يمكن تتصورها في الخلق ويخلق ما لا تعلمون آدم عليه السلام أول ما خلقه الله كان طوله ستين ذراعا في السماء طوله ثلاثين متر تقريبا ثم لم يزل الخلق يتناقص فيطي عليه الصلاة والسلام ويسجد بين يدي العرش يقول ويفتح الله علي من المحامد ما لم يفتحه على أحد من قبلي ربنا يحب الثناء والمدح وهو أهل الثناء والمدح سبحانه يحب أن يثني عليه عبده ويتملقه ويدعوه ويرجوه وينكسر بين يديه ويفتح الله لنبينا صلى الله عليه وسلم من الكلام الحسن اللي فيه تعظيم لله وتبجيل شيء ما سبق أن أحد قاله بين يدي الله أبدا لم يفتح على أحد من قبلي ثم يقول ثم يقول الله ارفع رأسك وسلتعطه واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقول سنرضيك في أمتك ولا نسوك ثم يبدأ فصل القضاء بين العباد يبدأ الحساب حساب الناس أنواع فيه ناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب كما قال عليه الصلاة والسلام منهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب قيل منهم يا رسله فذكر صفات لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة يا رسول الله دعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم وقال الآخر دعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة إلى آخر الحديث هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة ما عليهم حساب مباشرة يبدأ الحساب أنتم للجنة على طول نسى الله يجعلنا وياكم منهم ما ذلك على الله بعزيز هناك حساب أتكلم عن حساب المؤمنين يعني هو الذي يخصنا حساب المؤمنين ينقسم إلى قسمين منه حساب ما فيه نقاش مجرد أن تعد عليه معاصيه يقال له تنظرت نظرة حرام في ذلك اليوم وترك فعلت كذا وصنعت كذا وقلت كذا ونمت عن الصلاة وفعلت كذا وفعلت كذا ما يقال له ليش ما صليت ليش أخرت زكاتك ما يطلب منه جواب بس يقال ترى فعلت كذا وفعلت كذا يقرر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول ربي أعرف تعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف وتعرف ذنب كذا قال ربي أعرف فيقول الله فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ما صلى الله من فضله ثم تأخذ صحيفة حسناته تطوى وتعطى بيمينها سترتها في الدنيا الناس ما عرفوا ترى أنك نظرت لما خلوت نظرت على كذا سترناك في الدنيا واليوم نسامحك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين رواة بخاري هذا هو الحساب اليسير لما قال الله فسوف يحاسب حساباً يسيراً حساب اليسير بس يقال لا ترى نعلم أنك سويت كذا ونعلم أنك عملت كذا ونعلم حتى يعرف لما يدخل الجنة أن الله متفضل متكرم عليه أنك عندك معاصلة كان الله سامحك عليها لو كان سيدخل إلى الجنة مباشرة من غير ما يذكر بذنوبه لظن أن صلاتي وصومي والله دخلتني الجنة لكن أنت عليك ذنوب الله سامحك بها هذا الحساب اليسير فسوف يحاسب حساباً يسيراً في حساب عسير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك قالت عائشة يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حساباً يسيراً قال إنما ذلك العرض بس يعرض عليه ترك سويت وفعلت وفعلت وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب يعني وقال له أنت ما صليت يقول نعم ليش ما صليت أنا ما أوسع لك في رزقك أنا ما صح لك في بدنك يالله جاو أنت ما زكيت نعم ما زكيت ليش ما زكيت يا عبدي كلها ثلين ونصف المية عندك ألف ريال ادفع خمس وعشرين ريال زكاة ليش ما زكيت ما قلنا ادفع نصف مالك وأفقرنا غيرك وأغنيناك ليش ما زكيت هذا حساب وحوار ونقاش في شدة عليه أنت عقيت والديك ما الذي خلقك تعق والديك ما الذي جعلك تتكلم معهم بما لا يليك ليش تنشغل عنهم هذا شغلك أهم من والديك ليش أمك كانت تتصل بك ولا ترد ليش تعلم أن أباك يرغب منك في كذا ولا تستجيب له ليش يشدد عليه حقوق العباد ليش أخذت من فلان ولا رديت وليش فعلت هذا الحساب العسير هذا قد يغفر له يعني ممكن ليش ما صليت ليش ويطلب بالجواب بعدين يغفر له لكن هذا هو نوع من العذاب يعني العذاب النفسي اللي فيه فزع وخوف واضطراب وخزي بالنظر إلى سيئاته هذا حساب المؤمنين في النوعية أول أمة تحاسب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن مع طول الوقوف الكل وده يحاسب ويخلص فلأفضل لأفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم يبدأ بأمتي يقول عليه الصلاة والسلام نحن آخر الأمم يعني أول الأمم أمة آدم بعدين أمة نوح أمة إدريس أمة شعيب أمة آخر أمة وجدت على وجه الأرض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال يعني يوم القيامة أين الأمة الأمية ونبيها فيأتون قال فنحن الآخرون الآخرون نحن آخر ناس لكن الأولين المقضي لهم بين الخلاق يسأل العبد يوم القيامة عدد من المسال أول سؤال يختص بك بذاتك تسأل عن صلاتك أول ما يحاسب عليه العبد ومن كيام من عمله الصلاة إذا كانت صلاته صالحة نذر في باقي عمله وإذا كانت صلاته فيها شيء قيل أنظروا هل لعبدي من تطوع يعني هالصلاة تأخرت وهالصلاة فيها نقص طيب فيه صلاة ضحى عنده فيه صلاة سنن فيه صلاة وتر إذا فيه صلوات يمين ويسار من هالنوافل ترقع بها صلاة ترقع بها الفراغ ينجو العبد وكذلك إذا الحج الفريضة فيه نقص يرقع بالحج اللي بعدها اللي سنة وكذلك العمرة الزكاة إذا فيها نقص وخلل لكن عندك صدقات ترقع بها هذا أول ما تحاسب عليه فيما يتعلق بك أما فيما يتعلق بالناس لأن الله تعالى جعل الدواوين يوم القيامة الثلاثة اللي يحاسب عليها الإنسان ديوان لا يغفره الله أبداً الشرك ما يقال والله غفرت سترتك في الدنيا لا مشرك إن الله لا يغفره ويشرك به الديوان الثاني المعاصي اللي بين العبد وبين ربه أحد نظر الحرام استمع حراماً يعني نام عن صلاة الشيء اللي بينه وبين الله ما في ظلم للآخرين شربة خمراً كذا كبيرة صغيرة هذه تدخل تحت الرحمة والمغفرة والرحمة إليها أقرب الديوان الثالث الخطير وإن كان الشرك أخطر لكن هذا أيضاً خطير الديوان حقوق العباد اللي بينك وبين الناس والناس يأتون يوم القيامة وبينهم حقوق هذا أخذ ماله وهذا احتال عليه وهذا عبث به وهذا تدى عليه لكن أعظم ما يقضى بين الناس يوم القيامة أول ما يقضى في الدماء أول ما يقضى بين الناس في الدماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل يقول يا رب هذا قتلني هذا قتلني فيقول الله له لمَ قتلته فيكون هذا الرجل قتله في معركة بين الإسلام وأعدائهم فيقول يا رب قتلته لتكون العزة لك فيقول الله فإنها لي ثم يجيء الرجل آخر آخذاً بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان أنا والله كنت قاتل عشان فلان ولا عشان نفسي ولا عشان أخذ مال ولا أنت قمنه ولا أشفي صدري ولا فيقول الله تعالى فإنها ليست لفلان فيضوء بإثمه والحديث أخرجه النسائي فأول ما يقضى بين الناس في الدماء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حقوق العباد يؤخذ من بعضهم لبعض حتى الحيوانات يقول عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء الشات الجلحاء التي ليس لها قرن إذا كانت هناك شات قرناء في الدنيا نطحتها يجعل للشات الجلحاء اللي بدون قرن يوم القيامة يجعل لها قرنين يجعل لها قرنان ويقال أنطحيها مثل ما نطحته فتنطحها هذا كل الحيوانات يوم القيامة يعني ترون الآن القطط اللي تتضارب الطيور اللي تتضارب البقر الجواميس إن كانت إحداها ظالمة للأخرى يقتص يوم القيامة لها ثم يقال لها كوني ترابا عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يعني بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناته ويعطي قال هذا أنت كم تطلبه قال والله يا ربي عشر ريال أنا أخذ مني وماتوا هما سددني إياها يقال خذ من حسناته بمقداري هذا أنت كم تطلبه قال والله يا ربي أنا صلح عندي سيارته وحسبني بمية وباقي عشرين ريال ما دفع حسابها يؤخذ من حسناته ويرضى بها وأنت قالت المرة أنا مهري اتفق معي على عشرين ألف وقال هذه خمسطعش وإن شاء الله بسدد الباقي ولم يسددها إلى الآن يؤخذ مقدار المال ويعطى لها أنت مالك قال أنا راتبي أعطى كذا كذا ولا سددني وأنا أتعجب من جرأة بعض الناس أنا قرأت في صحيفة قبل أيام خادمة كانت بتغادر عن طريق مطار جدة فرأوا معها في شنطتها عدداً كبيراً فواتير كهرباء فاستغربوا ويقول لها العسكري وش هالفواتير قالت هذه شيكات قالت شيكات إيش قالت أنا اشتغلت أربع سنوات هذه الشيكات حقها تروات بك فيلي معطيني إياها يقول حتى ما تسرق فلوسك منك احنا حطيناها شيكات روح هناك واصر فيها في بلدك وأربع سنوات ويعطيها هالفواتير الكهرباء يقول هذه شيكات فلوسك هذه شيكات روات بك عشان تستمر تشتغل ما تضرب ولا أعوذ بالله شف الجرأة على يعني أكل حقوق الضعفة يعني ما هم ما أكل حق واحد تاجر غني كبير ولا سوبر ماركت عالمي عندهم يشتغلون بمئات الملايين مع أن هذا لا يجوز أيضاً لكن يأتدي على هالضعيف المسكين اللي تغربت عن أهلها أي جرأة هذا اعترض يعني أن أن توفى حقها قبل أن تتم عملها لكن هذه جرأة هذا يوم القيامة يقتص منه من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يعني بالحسنات والسيئات أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد قال له يقعد أنت الحقوق عليك واجد اللي شتمهم يأتون يلا اللي ضربهم يأتون اللي أكل أموالهم يأتون اللي سفك دمهم يأتون وهو قاعد وحسناته توزع بين يديه يقول عليه الصلاة والسلام فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يعطى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا ذنب الله إذا حوسبت الحيوانات بينها وبين بعض وانتهت قيل لها كني ترابة حوسب العباد بينهم وبين بعض وأنه بدأ حساب واحد أيضا باقي حساب الحيوانات بينهم وبين بعض انتهينا منها حساب العباد بينهم وبين بعض انتهينا منها يبدأ حساب الضرر والظلم اللي وقع من العبد على الحيوان عذبت امرأة في النار بسبب هره فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إذا كان واحد عنده دابة ظلمها عنده بعير عنده إبل حاطها فيها الحوش ومقصر عليها في الماء ولا مقصر عليها في الطعام يا أخي إما أطعمها وإما تركها يا أخي في أرض الله أو عنده هرة أو عنده طير وحاطها الطير في قفص مهملة ما يكاد يوفر لها الطعام ولا الماء أو ربما سافروا ونسوا الطير وجاءوا بعد أسبوع أسبوعين وجدوا قد مات جوعا وعطشا هذا يوم القيامة يحاسب على حقوق يا أخي هذه نفس تؤد لتؤدن الحقوق إلى أهلها مهما هي بعبث تؤد الحقوق بين الناس تأدية يوم القيامة بعض الناس ينكر يقال مثلا سرقت يقول لا ما سرقت كذبت يقول لا ما كذبت فيكون هناك شهود عليهم أول الشهداء هم الأنبياء مثل ما قال الله تعالى لما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر أمته كما قال الله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وأمتنا تشهد لجميع الأنبياء يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول الله له هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير خايفي من العذاق ما جاءنا من نذير يا ربي ما درينا أن الشرك حرام وزنحا ما درينا ما جاءنا من نذير فيقول الله من يشهد لك يقول لنوح فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم يقول فتشهدون أنه قد بلغ فذلك قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ترجمة نانسي قنقر